سعيدة عبدالعظيم لمقر حزب الوسط كان موجود المهندسة والعلمات هو عادي يتكلمه وبعدين يتقولها بشه مهندسة أنا عاوز أسأل حضرتك سعيد احنا داخلين على بداية عمل سياسي وانت ما شاء الله خبرة انت أول واحد في مصفة الاتنادي لعمل حزب السياسي كان مبارك عمل تعدلات 2007 عشر يقفل عليك الطريق بتاع الأحزاب الإسلامية فحضرتك إيه النصيح أم أسم صندوق كبير جدا وصندوق صغير قال لي السندوق الكبير ده عندما كنت ده الجماعة والإخوان كان اسم الدعوة وله الصغير ده كان اسم السياسة دلوقتي بقى wichtige ده اسم السياسة والصغير اسم الدعوة اوعد بديله السmasين تخلوا الدعوة الكبيرة والسياسة لحد السماوية أدو اللعنة الدواجاء الله خير النصيح الثاني قال لي انت أعجل بمين فالشيخ كامل علي مين ادل تونا جل الشيخ سعيد قال لي انت شاجل لها أصف عندك أسول ترجع لها عندك مشايخ عندك الشيخ محمد والشيخ ياسم أوعوا تفرقوا في الأصول لك أصل ترجعوا كثير من الدعوات والجميعات والأحزاب ليس لها أصول تقولوا جزاك الله خير النصيحة التالتة المهندس أبو العلمات آه خذوا الكلام ده بقى ست وصورة وقلو في الدنيا كلها ده كان الشيخ سعيد عبد العظيم حاضر في جبل المؤطم وكنت موجود معاه قال لي الحاجة التالتة قال لنا كنت منتح زيكم وكنت لأخذ بالله كنت أروح البلد قال لي التنازلات لحد من حلط الأحيان أوعى تفتحوا على أنفسكم باب التنازلات لنصيحة المهندس أبو العلمات لي وأنا بس تنصحوا أننا دخلنا الآن في العمل السياسي وأنا بالوقت لديك نائب إن نصيحة لكل هاري وأنت لك صبرة صديقة فجزا الله خيرا قال لي هذه الكريم